قالوا طيب هذا القول قال به البخاري لماذا يزورون مثل هذا؟ يريدون إذا قلنا الحق نحن إذا قلنا الحق يقولون أنتم تخالفون البخاري هم يخالفون الرسول العادي عليه الصلاة والسلام لكن نحن نخالف البخاري لا لكن هل البخاري قال هذا الكلام أساسا؟ أتوا بنص للبخاري يقول فيه بجواز إخراج العروض في زكاة الدواب الدواب ها الحيوانات وقالوا للناس أن هذا القول قاله في زكاة الفطر هل ينطلع علينا هذا الخداع؟ لا ينطلع علينا